زي ما حضراتكم عارفين ان الاهل على يعني معاد تاريخي في رأيي في مباراة كبيرة جدا في نصف نهاية الدوري الافريقي لمواجهة سانداونز وسانداونز فرقة من الفرق اصحاب الهوية في افريقيا عندهم مدرسة لعب مميزة جدا مهما خسروا من لعيبة بتلاقي ان بيعوضوهم بالعيبة بيلعبوا بنفس الاسلوب وبنفس الشكل وبنفس الفلسفة مهما غيروا مدرب عندهم فلسفة واحدة للعب حارس مارما بيجيد اللعب بقدمي سنتر بكاب بيبدأوا الهجمة من تحت بشكل كويس جدا بيلعبوا الكرة بين الخطوط بشكل كويس جدا اللعيبة اللي عندهم اللي قدام بيعملوا كونتر بريسج وبيضغطوا ضغط عكسي بشكل كويس جدا فرقة متعبة فرقة مزعجة لأي فريق ولكن انا ملاحظ ان هما السنة دي بيدفعوا بشكل افضل من السنوات الماضية ومعندهمش الفكرة اللعب باسلوب الاسلوب الواحد مهما كانت النتيجة ومهما كانت الظروف وانا في رأيي ان مكوينة اتطور بشكل كبير جدا انا وطبعا من غير ما نتكلم مع كوينة او اسأله هو اكيد راجل يعني ايه بينام يحلم بجورديولا زي المدربين كتير ولكن هو اكيد يعني ايه فكرة جورديولا واكيد جورديولا هو مثله الاعلى ولكن في وقت من الوقت لازم تبقى واقعي وده انا في رأيي اللي مكوينة تعلمه السنة دي شفنا في ماتش كايزة شيفز الاولاني فرقة بتدفع بشكل كويس جدا بعد ما تقدمت شفنا في الماتش التاني بعد الطرد ازاي ان هما ردوا وبقوا ملتزمين جدا في نص ملعبهم وبتدوا يشتغلوا على الهجمات المرتدة ده بيوريك التطور اللي حصل لفريق سان داونز ولكن الاهلي زي ما جمهور الاهلي بيقلق من سان داونز لو جمهور الاهلي بيقلق من سان داونز قد كده فجمهور سان داونز بيقلق من الاهلي قد كده لان الاهلي بيقدر دايما انه او في معظم الاوات انه بالخبرات الكبيرة المتراكمة عند لعبيه وبشخصية فريق الاهلي انه يقدر انه يعدي في معظم الاوات من فريق سان داونز رغم صعوبة المواجهة وصعوبة المباريات اشتركوا في القناة